السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جاء كل عام وانتم بقى الف خير وبصحة وسلامة. نهاردة عشرين ستة عشرين اربعة وعشرين وفيديو جديد وستفسارات جديدة. نهاردة عايزين نتكلم على موضعين جالي استفسارين مهمين جدا وجايين في وقتهم بصراحة. فقلت ان احنا نشارك المعلومة مع بعض واني لقيتها مفيدة. بعد اذنك امر مشاركة للمنشور عشان تواعي الناس. يا جماعة انا عندي مشكلة في الصفحة وصفحة بلوم ان انا عندي قيود مفيش انتشار للفيديوهات بتاعتي. فلو سمحت انا مش عايز منك. ما تشاركش وما تعلقش اعمل حتى لايك بس. يعني اعمل لايك او مشاركة عشان الناس يوصل الناس كلها عشان انا بصراحة عندي بعض القيود اللي معمولة علي من فيسبوك فياريت تدعموني في الحتة دي. عشان نخش في الموضوع على طول انا عندي استفسارين النهاردة. الاستفسار الاول خاص بعملية جامعة السمار قبل النتجة الفيسيولوجي. والاستفسار التاني عن تفاوت احجام السمار في الوقت الحالي. زي ما تقولكم احنا النهاردة عشرين ستة عشرين اربعة وعشرين. هنتكلم اوضوع الاول على الجمع السمار قبل نتجها الفيسيولوجي. احنا عارفين ان احنا عندنا اصناف متنوعة واصناف عديدة. عدد كبيرة جدا. واصناف كتيرة جدا موجودة داخل جمارية مصر العربية. كل منطقة وكل صنف ليه موعد حصاد تكريبي كل سنة. يعني بالنسبة للنعومي مثلا لتوقيتات في الحصاد معينة في وجه بحري في وجه قبلي كل صنف ليه موعد حصاد مختلف عن الاخر. لو انا حصدت لو انا حصدت قبل النتج الفيسيولوجي او خرطت بالبلدي. ايه اللي هيحصل عندي للصمار? اولا اوزانك هتقل. يعني على كل طن هتلاقي عدد او وزنك هيكل من 200 ل 250 كيلو. لكل طن خسارة او فقد في الاوزان. يعني انت يا جماعة طن مستوي على ابو او او العصارة مشت فيه او خلاص النتج الفيسيولوجي كامل فيه. طن هتلاقي طن. انما قبل النتج الفيسيولوجي وقبل تحول النشاء لسكريات وقبل تحول او سريان العصارة داخل الصمارة هيقل معاك الطن ده لحوالي من 200 ل 250 كيلو لكل طن خسارة في الوزن. ده بالنسبة لأول مشكلة في الخرط. تاني شيء ان هيحصل عندك مشكلة ان انت هيحصل عندك تشوه كامل للاشرة الخارجية او بالبالة دي كده هيحصل عندك كرمشة. هتلاقي الصمارة عندك كرمشت. ليه? لان لسه المحتوى الداخلي. نشى ولسه ما تحولش السكريات. لسه سريان العصارة ما تحولش. لسه هرمون النطج ما تكونش. فبالنسبة لك حضرتك خرط وكمرت في اش. حضرتك خمرت. كمرت. وحطتها في مكامير اللي هي الغاز. حضرتك كمرت. وحطتها في شجار اسمنت. حضرتك كمرت. وده فانتها تحت التراب. هتكرمش منك. عشان هي غير مكتملة. لسه العصارة العصارة ما حصلاش سريان. لسه النشاء ما تحولش السكريات. لسه هرمون النطج ما كملش فيها. او ما توغلش فيها. يبقى انت كده عندك مشكلة في الحصاد او الخرط المبكر. قبل النطجة الفيسيولوجي. اولا الاوزان. ثانيا القشرة الخارجية بتكرمش. وده غير المشاكل الداخلية العديدة اللي هتحصل لها كسودات او كمشاكل في اللحم نفسه. طبعا الكلام ده انا بقوله عشان خاطر الجماعة اللي بتخرط وتصدر برا. بلاش عشان ما السوق بتاعنا ما يبص يا رجالة. ازا كان محلي او ازا كان خارجي. دي بالنسبة لنقطة الاولى. النقطة التانية بالنسبة للاحجام. في تفاوت في الاحجام. ناس عندها دلوقتي شجر في اه احجام صغيرة او احجام كبيرة. وشجر في احجام كبيرة بس. وشجر كله احجام صغيرة. بص يا جماعة عشان نكون اه عارفين. احكاية تفاوت الاحجام او الاحجام ليها ليها احاجات كتير. انا هقولك بعض النقط وانت اه رتبها على حسب ترتيبك انت ومعملاتك انت بقى. اولا الهيكل الخضري ليه دور في الموضوع دوت. انت هيكل الخضري بتاعك حضرتك عامل ايه? متخط المية وعشرين والميتين والتلتميتة الراح ولا لأ? هل انت هيكل الخضري او عدد اوراقك عامل ايه? احنا زي ما احنا عارفين ان الكل صمرة عشان تاخد منها حجم مميز. وتاخد منها جميع عملياتها بشكل جيد. لازم تكون على الاقل لكل صمرة من ستاشر العشين ورقة. انت اخبر الورقة عند حضرتك الكل صمرة. هل انت حضرتك عندك الحمل بتاعك كسيف ولا خفيف? ما انت لو حملة حضرتك كسيف ما شاء الله وربنا يزيدكو خير. انت شيء طبيعي انت مش هتلاقي الاحجام اللي ادمخك فيها. هتلاقي لسه عندك احجام متوسطة لان احجامك كتير. آآ عدد صمارك عالي. فبالنسبة لك المنافسة بتبقى عالية جدا. فبالنسبة لك التوزيعة او او الطبخة بتتوزع عدد صمار اكبر. فبالنسبة لك هتلاقي الاحجام مش احسن حاجة. تاني حاجة انت الجنين بتاعك اخباره ايه? دي مهمة. انت ممكن الجنين ده كدرات. انت ممكن تلاقي جنين مال التجويف بتاعه عشرة على عشرة تلاقي الاحجام عندك عشرة على عشرة. ممكن تلاقي جنين هتلاقي فيه مش مال التجويف بنسبة بنسبة بتناسب عن الجنين اللي قابلي فتلاقي الاحجام عندك متفاوتة شوية. ممكن تلاقي جنين الاحجام الجنين مش مال التجويف خالص. فتلاقي الاحجام بتاعتك صغيرة. ممكن تلاقي ما فيش جانين خالص. وتلاقي دي بقى فص في بعض الاصناف زي العويس وزي النعومي كده. فالجانين لدور مهم. طب انت انقسمات الخلايا بتاعتك وقت العقد والاخصاب كانت اخبرها ايه? انت هتمت ولا ما هتمتش? اهتمت بالكالسوم ولا ما هتمتش? دي بتفرق معي كتير في الاول في انقسمات الخلايا قبل ما تخش مرحلة الانطلاء. دي مهمة جدا. هل انت هتمت بانقسمات الخلايا ولا لا? الموضوع ده مهم جدا. الجو يا جماعة احنا بقى داخلين على شهر. درجات الحرارة مش عايز تنسل عن الاربعينات. تمانية وتلاتين اربعينات خمسة واربعين. ما ده يا جماعة في حد ذاته في حد ذاته بيقلل من عملياتك. اساسا الفسيولوجية اصلا كتحجمه وكتخريج اوراقه وكدخ عصارة وكتغزية وكا آآ انتشار جزور وجميع العمليات بتقل معاك لان الشجرة في حالة لا بأسة بها وحشة جدا. معرضة لاجهاد الحراري. فانت عارفين ان درجات الحرارة كل اما ارتفعت كل اما العملية بتبقى او فيه لود او فيه اجهاد شديد على شجرة المال. فبلاش الافراط في او التفكير الزايد او شير الهم في الحاجات. احنا النهاردة لسه عشرين ستة لما واحد عايز يوصل سمرته خمسمائة وستمائة جرام. في الوقت الحالي كصنف كيت ولا كصنف نعومي والاصناف المتوسطة وبتأخرة الحصات. انت مستعجل على ايه في الاحجام? كل الاحجام كل الاحجام اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا. انا بالنسبة لبشوف في حاجات في المزارع احجام كبيرة. سبعميات وتمنميات في الكيت دلوقتي. هو ده متفرحش. انا بالنسبة لان بخش بشوف كده بحط الطرابة على دماغي وبقول ينصبت يعني ياما. انا هعمل ايه بعد كده? لان ممكن غالبا هتبقى عندك حضراتك دبش الحمد لله. يبقى عندك دبش كده مش تقف تبيعه. هيفلق منك بعد كده. يا جماعة احجام التصدير واحجام البيع ليه احجام وانا هكتبها لكم في التعليقات. هكتب لكم بعض الاصناف او اشهر الاصناف بالوزن المثالي ليها كسوق محلي وكسوق تصدير. عشان ده مهم ان شاء الله في التعليقات هتلاقها مكتوبة في الفيديو ده. اسفل الفيديو ده ان شاء الله هتلقى مكتوبة او هتلاقى مكتوبة فوق على الفيديو. في التعليقات يا فوق الفيديو ان شاء الله. اه ان شاء الله بامر الله. فانت متستعجرش على التحجيم. احجام التصدير يا جماعة والله مش عايز هتدبش. والأحلة محلي برضو مش عايزة هتبقى فارزة. ما تستعجلوش. وبقى لاش الافراد في رش نطرات البوتاسيوم وبقى لاش الافراد في سطرات البوتاسيوم. انتو بطريقة الرش دي نطرت ان البوتاسيوم وسطرات البوتاسيوم والافراط فيها ده بيعجلك بيعجلك من هرمون النتجة اصلا ان انت تحصب بدري ومش عايزينك تحصب بدري في الاصناف المتوسطة ومتأخرة الحصادة عشان تاخد سعر ممتاز بمناسبة السعر اللي عنده ياسمينة اللي عنده ركزوا اللي عنده ياسمينة روز اللي عنده كنت اللي عنده شيلي اللي عنده لا مش الاستن اللي عنده آآ اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد صلى الله عليه واللي عنده نعومي واللي عنده زبدة يركز الفترة الجاية ومستعجلش في البيع لان اصعارهم ان شاء الله هتبقى محترمة جدا جدا وهترضيكوا بشكل جيد زبدة شيلي كنت ياسمينة روز نعومي والزبدة ركز عليها هيبقى اصعارهم ممتازة ان شاء الله وبيت الاصناف ان شاء الله هتبقى كويسة جدا والكيت آآ حمله السنة دي كويس عند اغلبية الناس وآآ وجاب انتجات عالية جدا بس ان شاء الله كلابات التصدير وروسيا طلبة طلبيات كبيرة جدا وده مش كلامي ده كلام الناس المحترمة عن المحطات انا بقى بيتكلم ناس كتيرة في المحطات عشان اعرف الدنيا ماشي ازاي على الاقل عشان المزاهر اللي معي لأ فيه طلبيات حلوة جدا وطلبيات التصدير كويسة جدا لصنف الكيت ان شاء الله والاصناف اللي قلتها اللي هي متوسطة في الحصات دي وبكرة الحصات والياسمينة والنعومي والزبدة والشيلي والكنت لكز عليهم السنة دي ما تستعجلوش في باحهم لان هيجيبوا اسعار ممتازة تابعوا السوق كويس جدا طبعا احنا عارفين ان السوق المصري مالوش كتالوج ممكن يعلى وينزل ويطلع وينزل وانت عارفين مين المتحكم فيه انما لازم تكون متركة بالفترة الجاية الاخبار ايه دي كتاستفاصلات النهاردة ونشوفكم فيديو جديد وما تنساش تعمله مشاركة للمنشور عشان انا علي كيود كبيرة جدا على الفيسبوك ما فيش ما بيروحش الناس كتير بنشر الفيديوهات ومعلاش اقبال فياريت لايك بتاعك الجميل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشوفكم في سفسار جديد كورسان الطبيب